مالية سياسية تجري على أساس محاصصة طائفية نظام تواطأت عليه الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال يقضي بأن تتولى شخصية شيعية رئاسة الحكومة لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل لابد أن يخضع المرشح للمقاييس التي وضعتها الأحزاب المهيمنة على السلطة والمرتبطة بنظام تهران سعيا لضمان مصالحها وامتيازاتها ومنذ مقتل زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري بدل مشهد السياسي في العراق مرتبكا أكثر إثر فقدانه بوصلته التي كانت توجهه بعدها بشهرين انكفأت إيران على نفسها داخليا لتواجه محنة تفشي وباء كورونا ليتراجع دورها السياسي في العراق ويفضح عملاؤها أنفسهم بالتورط في صراعات كشفت عجزهم من قسامهم لا سيما في ظل ثورة شعبية أفقدت الزعامات السياسية والميليشيوية توازنها وزادتها تخبطا جملة من المتغيرات والمواقف الجديدة تشير إلى تأثير غياب سليماني على العملية السياسية سواء لجهة عودة الخلافات بقوة بين الكتل التي تعرف عادة تحت مسمى البيت السياسي الشيعي أو على مستوى عودة التنافس على الزعامة مجددا وهو الصراع الذي خبت ناره منذ 2010 من خلال اتفاق تقاسم صلاحيات جرى برعاية سليماني نفسه تصريحاتهم من داخل الوسط السياسي والبرلماني تؤكد أن إفشال تمرير حكومة محمد علاوي لم يكن بسبب تحفظ قوى سنية وكردية بقدر ما كان بسبب رفض قوى وقيادات شيعية له أبرزها زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يستعد للعودة مجددا إلى دائرة التأثير بدعم إيراني بعد تراجع واضح له منذ عام 2014 إثر اجتياح تنظيم الدولة للعراق وفضيحة تورطه بعمليات فساد أفقدت البلاد مئات المليارات من الدولارات مصادر سياسية كشفت عن اجتماعات متواصلة منذ أيام يعقدها زعماء الأحزاب والكتل الشيعية بانتظار عملية إنقاذ قبل الوقوع في شرك خسارة منصب رئيس الوزراء بعد أن عصفت بها الخلافات لتعكس فشل تلك الأحزاب ورغبة زعاماتها في الانفراد بالمشهد الذي تحتكره إيران محولة إياهم إلى مجرد أبواق تتنافس فيما بينها على لقب أهم عملاء طهران